قمة وصفت بالمفاجئة بين الرئيسين الروسي والسوري في الكريملين بسبب توقيتها من جهة وطابعها الحضوري في زمن كورونا من جهتين ثانية القمة جاءت في ظل الوساطة الروسية لتنفيذ اتفاق درعا ووسط ما يصفه بوتين بجهود دمشق لتعزيز وحدة البلاد وإقامة حوار مع المعارضين السياسيين بحسب بوتين تكمن مشكلة سوريا الأساسية في الوجود غير الشرعي لقوات أجنبية على أراضيها المشكلة الرئيسية في رأيي تكمن في أن القوات الأجنبية موجودة في مناطق معينة من البلاد دون قرار من الأمم المتحدة ودون إذن منكم وهو ما يتعرض بشكل واضح مع القانون الدولي ويمنعكم من بذل أقصى الجهود لتعزيز وحدة البلاد بدوره الرئيس السوري لفت إلى الإنجازات الكبيرة كما وصفها والتي أثمرت عنها العملية الروسية السورية المشتركة لمكافحة الإرهاب في سوريا حيث تأتي زيارة الأسد تزامنا مع ذكرى السادسة للتدخل العسكري الروسي هناك لكن الأسد وفيما يتعلق بالعملية السياسية في سوريا ألقى باللائمة على دول تمارس تأثيرا مدمرا على سيرها وفق تعبيره قد مضى على هذه العملية الآن حوالي السنتين تقريبا ولكن كما تعلمون هناك عوائق لأن هناك دول تدعم الإرهابين وليس لها مصلحة في أن تستمر هذه العملية بالاتجاه الذي يحقق الاستقرار في سوريا متابعون قرأوا في زيارة الأسد غير المعلنة لموسكو بوادر مرحلة جديدة قد تتكشف تفاصيلها لاحقا عبر تحركات أو مواقف بالإضافة للعلاقات الثنائية ووضع أزمة سوريا الراهن فقد ناقش الرئيسان عددا من القضايا والمسائل الحساسة التي لا يجوز بحثها عبر الفيديو أو غيرها من طرق الاتصالات العادية حيث تطلب مناقشتها لقاءهما وجها لوجه كما لفت الخبراء إلى أن مساحة الأراضي السورية الواقعة تحت السيطرة دمشق والتي قدرها بوتين بتسعين في المائة من مجمل مساحة سوريا تستثني فقط مواقع التنظيمات والجماعات المسلحة الموضوعة على لوائح الإرهاب لا يبدو واقع التسوية السورية مختلفا كثيرا المرة عما كان عليه إبان اللقاء السابق بين بوتين والأسد في دمشق مطلع العام 2020 إلى أنه بحسب متابعين قد يأتي كسابقه ليبويب تحركا يحمل في ثنياه عنوان المرحلة المقبلة أريج محمد سكاي نيوز عربية موسكو